السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذا الموضوع الذي يحدث عن شهر رمضان شهر رمضان وجمعه رمضانات أو وأرمضاء وأرمضاء ورماضين هو الشهر التاسع في التوقيم الهجري الذي يلي شهر شعبان يعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وزو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية فوى شهر الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام يمتنع فيه المسلمين عن تناول الطعام والشراب ويتجنبون محزورات تفطل الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ويبدأ الشهر رمضان مع بداية الشهر القمري الجديد وترسم بدايته ما بسبوط رؤية الهلال في مساء اليوم التاسع والعشرون من شعبان وعليه يكون اليوم الموالي هو أول أيام شهر رمضان أو بعد اليوم المتمم اليوم سلاسون لشهر شعبان في حالة عدم سبوط رؤيته أيام رمضان مثل غيره من الأشهر القمرية تمتد التسعة وعشرون يوما أو سلاسون يوما وينتهي أيضا بسبوط رؤية هلال شهر قمري جديد وعند انقضاء رمضان يحتفل المسلمون في أول أيام شوال بعيد الفطر هو عيد الإسلامي يكون في اليوم الأول من شهر شوال الذي يفطر فيه المسلمين محتفلين بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان هو أحد عيدي المسلمين والعيد الآخر هو عيد الأطحى أحد أيام الحج في العاشر من شهر زلحجة للشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين لما للمسلمين له من احترام وتقدير واهتمام حيث أنه أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عدق من النار وذكرت فوائده كثيرة جدا ويهز بالنفس ويأخذ بنا جميعا إلى الجنة إن شاء الله وقد قرم الله هذا الشهر بنزول القرآن الكريم في اللوحة المحفوظة من السماء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان نزوله في أواخر الشهر في ليلة القدر وهي خير من ألف شهر يرتبط المسلمون بشهر رمضان بالشعائر مثل صلاة الترويح والاعتكاف في العشر الأواخر والعديد من العدات والتقاليد مثل دعوة الآخرين على الإفطار وإقامة موائد الإفطار والتصدق على المحتاجين وتنتشر العديد من المظاهر التراثية المرتبطة بالشهر مثل الفانوس والزينة ومدفع رمضان وتعود ذلك إلى الوجه أيضا شخصيات مثل المسحرات والحكوات ومأكلات وبعض الحلوى والتي يتم تدولها عقب الإفطار أما عن أصل كلمة رمضان فلم يكن مقتصرا على الإسلام ولم يوجد الإسم فقط بعد بعسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالإسم كان موجودا في الجاهلية حيث كان الناس يسمون أشهر السنة حسب وقت قوعها في الوقت الذي تمت فيه التسمية أو حسب نوع الشهر فمثلا شهر زلحج سمي كذلك لأن يكون فيه موسم الحج ويحج المسلمون فيه وشهر ربيع الأول سمي كذلك لأنه وقع وقع وقت تسميته كان فصل ربيع وهكذا أما شهر رمضان المبارك فكلمة رمضان جاءت من الأصل رمض وهي شدة الحر حيث كانت تسميه رمضان تسمية رمضان في وقت جاء فيه شديد الحر فأطلق عليه هذا الإسم والإسم متطابق مع طبيعة هذا الشهر عند المسلمين حيث أن جوف الصام يشتد حره من شدة الجوع والعطش فيكون جوفه رمضان يختلف نطق كلمة رمضان من لغة أو دولة إلى أخرى فبعض الدول مثل إيران وبنجلديش وباكسيتان وتركيا تستبدل حرف ضاد لينطق طح وتقد تعددت أقوال أهل اللغة وتباينة الأراء في اسم الشهر رمضان وسبب تسميته بذلك ويكل آتي أنه كان موافقا للحر الشديد عندما نقلت أسماء الشهور من اللغة القديمة ما فيه من حرق لزنوب العبد ومعاصيه أن يغفر الله العبد فيه أن جوف الصائم يشتد حره فيه من شدة الجوع والعطش لأن قلوب العباد تخشى ربها فيه فتأخذ فيه من حرارة الموعزة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس لأنه يرمض الزنوب أن يحرقها بالأعمال الصالحة لأن العرب كانوا يرمضون أسلحتهم فيه شكرا لكم 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 شكرا لكم